وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والشواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فاضلي عبد العزيز السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله بزاك الله خير شيخ مرحب أبدريس الشيخ أنا في نيابة عن أحد في واحد خبرني قال لي أنا لم أعرف تجاوبه أسأل 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 وقال عنده يعني في شخص أعطاه لهذا صديق 20 درهم أي فيحتاج في يوم من أيام هذا اللي كان قال لي خل عندك 20 درهم بس هالكلام قال لي خل عندك 20 درهم فيقول هو يوم من أيام هو أحتاج اللي أعطاني 20 قال لي خل عندك هو أحتاج مبلغ من نفسي أنا أعطيت أربعين نعم فيسألني يقول يعني شو رائق بهذا السؤال هيا أنا سألت قلت لك هل طاحت العشرين من الأولانية قال هيا هالسؤال أبقى عارف هل طاحت ولا لا إن شاء الله من هذا الشيء فقد بس ألك إن شاء الله عبد العز ونحبك الله أحبك الله أزاك الله خير عبد العز بارك الله فيك الفضل علي السلام عليكم عليكم السلام أرث الله يا خلو سمعت أندي أربعة السلام تفضلي علي سؤال الأول بالنسبة للتشهد يعني من من يستطيع لم يأتيه في الصلاة يعني ما حظ ما الحكم في ذا كيف البديل يعني قصدك اللي ما يحفظ التشهد لا ما حظ اللي ما يعرف يقول يعني هو البديل التشهد طيب يا علي السلام سؤال الثاني يوم الجمعة الماضية أثناء الخطبة مثلا أعطص فقلت الحمد لله هل يعني لغوت هل هذا يدخل من لغو ذهب علي العجر طيب سؤال الثاني بالنسبة للصلاة العشاء مثلا صليتها ناقصة وصليت بعدها الشفع والوتر بعدين تذكرت أن العشاء ناقصة لما أعتيه يعني يعني أعيدها هل أعتي بالشفع والوتر أما خلاص أعتي بالعشاء فقط إن شاء الله سؤال رابع على التدخين مثلا إن قبل وضو التدخين أيها طيب علي ماذا شيخ عندي تنويه لو أسمحت أيها في مرة واحدة سألت عشان اللدان الرسمي أي فمعني هنا فرعمان مثلا اللدان الرسمي على العاصمة مصطف بعض الولايات محافظات يعني بعد اللدان ما مأذن يعني في غرك عادي يعني نقطر على اللدان الرسمي لأن السائلة من قطر يا علي أتذكر والحمد لله قطر يعني أذانها واحد هذا القرض أي كانت من قطر أذكر السؤال ولكن بالنسبة لبقية الدول لا الدول تختلف من منطقة إلى منطقة يعني في مدن ما تغيب فيها الشمس وتغيب على اللي قبلها بارك الله فيك علي شكرا بارك الله فيك طيب عبد العزيز من الشارق بارك الله فيه يقول في شخص سألني قال شخص عطاني عشرين درهم قال خلها عندك يقول بعد مرور وقت يقول هذا الرجل احتاج قمت وعطيت أربعين درهم يقول يعني هل هذه طاحت عني مثلا اللي هي العشرين درهم عبد العزيز بارك الله فيك الجواب نعم إذا كان قد نواها يعني إذا كان الشخص الأول قال له احفظ هذه العشرين وديعة عندك ثم هذا الرجل احتاج فقام صاحبك وعطاه أربعين عشرين الوديعة وعشرين من عنده طاحت عنده خلاص هذا هو تقريبا المفهوم من السؤال فلا يقلق ما دام عطاه عشرين وزاد عشرين هو مأجور إن شاء الله هو رد الوديعة إلى أصحابها وصنع معروف وإحسان إلى صاحبه بارك الله فيك علي من عمان يقول إذا كان هناك شخص لا يحسن التشهد يقول لا يحسن التشهد ولا يحفظ التشهد ماذا عليه علي بارك الله فيك الواجب عليه أن يحفظ التشهد والتشهد ولله الحمد يسير وسهل التحيات لله إلى آخره سهل ويسير أغلب الناس يحفظون بل جميع الناس يحفظون التشهد ولذلك قل له يلزمه أن يحفظ التشهد إذا وصل مرحلة عجزة فيها عن التشهد وجلس إذا كان خلف الإمام فالإمام يتحمل عنه وهو يذكر الله يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مثلا يقول هذا أثناء التشهد ولا يصمت بارك الله فيك علي من عمان يقول أنا في الجمعة الماضية عطست أثناء الخطبة وقلت الحمد لله هل لغوت الجواب لا يا علي بارك الله فيك بالنسبة لمن كان يستمع إلى خطبة الخطيب ثم عطس فحمد الله فإنه لا يلغو في مثل هذه الحالة لكن هل يشمته من بجواره الجواب لا الجواب لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح فقد لغى فقد لغى ولذلك العلماء يقولون إذا قام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر يعني بالقول فلذلك ما يشمت بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول أنا صليت العشة مرة ناقصة ويقول صليت بعدها الشفع والوتر ثم تذكرت بأن صلاة ناقصة وأعد صلاة العشة هل يلزمني أني أجيب الشفع والوتر بعد ذلك علي بارك الله فيك بالنسبة لقولك يلزمني لا ما يلزمك لأنها سنة هي سنة لكن هل تعتقد بأن هل تقول بأن اللي وقع وقع في محله أولا الجواب لا أنت ما أوترت إلى الآن لأنك أتيت بالوتر قبل أن تنتهي من صلاة العشة ولذلك إذا أعدت الصلاة وبعد ذلك تأتي بسنة العشة البعدية الراتبة ثم بعد ذلك تصلي الوتر تصلي إذا أحببت قبلها ركعتين ثم تأتي بركعة الوتر بارك الله فيك تفضل يا محمد محمد وعليكم السلام ومحمد مرحبا محمد الله يحييك تفضل الأول طالعام نصوف شيخ صلاة الضحة هل نستمر عليها بشكل يومي شيخ ولا يعني نصليها ونقطع فترة يعني شو الأقرب لسنة إن شاء الله رح يكون إن شاء الله السؤال الثاني طالعام عمرك في بعض الساعات الشيخ الرجالية تكون هي أغلبها من الفضة والحديد لكن شيخ فيها تكون حلقة الساعة من فوق الدائرية هذه تكون مكونا من الذهب الأبيض على شكل حلقة شيخ من الأعلى هل هذا يدخل تحت ذهب المقصة شيخ وهل يحل الرجال لبسه إن شاء الله الابتعاد عنها الضرب سؤال الثاني الشيخ هي رجل عليه دين يعني مبلغ تقريبا قارب شكين أسر الخام وخسر وظيفته تقريبا من سنة وعي العائلة ومن سلام وحاليا بدوام جزئي ودخل الشيخ تقريبا يساوي المصروفات الشهرية يعني يجي آخر الشهر تقريبا اللي دخل عليه هو نسف اللي صرفه حاليا جلس معه الشيخ يعني وكلم سوك يعني عندك انت مبالغ ثاني وقال والله أنا كان عندي مثل مدخرات لما كنت موظف ويقارب 80 أسبرها من الشيخ يعني أعلى من قيمة الدين فأنا أقول ليش ما تتفع عند الدين وخلاص يعني قال والله يعني أنا ممكن حتى الوظيفة الجزئية الشيخ ممكن نختارها بأي وقت ولو دفعت الدين كامل ممكن أنا أكون في موقف محرق في المستقبل يعني ما رح يبالي شي من المتخرات نعم فهالحال الشيخ هذي تجوز لها الزكاة إن شاء الله يا محمد أي واضح الله مرحب تفضلي مبراهيم عليكم السلام تفضلي في شخص لما يرقي نفسه استفرق فهل يجوز يرقي نفسه وصع إن شاء الله مبراهيم مرحب تفضلي سارة سارة من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام افتر الله كيف حالكم يا شيخ أهلا وسهلا شيخي عندي خمس أسئلة تفضلي أختي شيخي سمعتك تتحدث منكم يوم عن حسن الظن بالله وأنا أعلم بأن المؤمن يعيش الحياة ما بين القوف والرجاء وأغلب الوقت أشعر بالطمئن باتجاه رب العالمين مع أني من العوام ودائما أسمع بعض المشايخ يتحدثون عن الصحابة وخوفهم من الله وبكاؤهم فأخشى أن أكون يا شيخنا ما فيه أنا من النفاق فأرجو أن تعلمني كيف أربط ما بين هذا الشيء شعب سؤال الثالث ثاني تعلمت منكم يا شيخنا كثيرا ومنها الإيمان بالقضاء والقدر والصبر واحتساب الأزر حتى جعلتني أرى الله في جميع أقداره وعلمتني يا شيخنا كيف أعبد الله وكأنني أرى والحمد لله ولكني في بعض المواقف أشعر بألم كثير وأبكي على بعض الأقدار الذي أعلم بأنها خير بالنسبة لي فهذا يعني يا شيخ هو نقض في الإيمان أم ماذا طعيب السؤال الثالث أخبرت أختي بأن إذا شفان الله سبحانه وتعالى من السحر الذي نحن فيه سنعمل شكرانا لله وهي بالليد أن نطعم نقوم بعمل طعام ونوزعه على الفقرة هل يجوز هذا يا شيخنا وهل إذا أشركت فيه أمي وأبي المتوفين هل يكون لهم من الصدقة شكرا سؤال الرابع إذا قرأت البقرة بنية اشتفاء بنية اشتفاء بحركة الليسان والشفتين فقط بدون رفع السوت هل هذا يعتبر يا شيخ جيد أم ضروري نفع السوت شكرا سؤال الخامس يا شيخنا وجهتنا على أن القواقل الذي في نهاية القرآن تفيد في هلاج السحر فما هو الأفيد يا شيخ إذا قرأته على الماء وشربته أم إذا قرأته على نبي إن شاء الله يسارا إذاك الله خيرا يا شيخنا بارك الله طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للتدخين هل يبطل الوضوء علي بارك الله فيك بالنسبة للتدخين لا يبطل الوضوء فمن كان متوضعا ثم شرب الدخان فإن الدخان لا يبطل الوضوء لإنفكاك الجهة وليس هو من مبطلات الوضوء وهذا لا يعني أنه لا يجوز فالتدخين محرم فالقول الراجح من أقوال أهل العلم لكن هل يبطل الوضوء الجواب لا علي بارك الله فيه يعني ذكرت تنبيه على سؤال سابق فيما يتعلق بتفاوت المدن من حيث الأذان وقال بأنه سمعني أقول تلفزيون الدولة تعتمدون الأذان عليه وأحسنت يا علي بارك الله فيك ولكن مثل ما ذكرت لك الجواب كان لأخت لنا في قطر هي التي سألت وليعرفه بأن أذان قطر واحد لجميع المناطق هذا فيما يظهر لي إلا يكون هناك شيء ما أعرفه لكن عموما بالنسبة للمدن خاصة الدول الكبيرة فإن المدن تتفاوت فيما بينها في الأذان فالمدينة التي إلى الشرق أقرب يكون أذانها قبل المدينة التي بعدها إلى جهة المغرب بارك الله فيك محمد من الشارق بارك الله فيه يسأل عن صلاة الضحى يقول هل نستمر عليها أم مثلا نقطعها أحيانا شيء من هذا القبيل محمد بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوصى بها جمعا من الصحابة أوصى أبا ذر أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى بل أوصانا جميعا صلى الله عليه وسلم في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدق في آخر الحديث الطويل قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بركعتي الضحى بل جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخرج من بيتها ضحى إلا بعد أن يصلي أربع ركعات أربع ركعات وأهل العلم اختلفوا في سنية صلاة الضحى هل هي سنة مؤكدة أم أنها مستحبة على أقوال الراجح من الأقوال أنها سنة مؤكدة أنها سنة مؤكدة ولذلك إذا وضبت عليها يوميا فهذه نعمة من نعم الله عز وجل نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك الصلاة الضحى فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها عديدة وخيرات هذه الصلاة إذا تأمل إنسان حديث السلامة ظهر له خير هاتين الركعتين يصبحوا على سلامة كل أحد من الناس صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخر الحديث ثم قال في آخره ويجزع عن ذلك ركعتان يركعهما من أضع يعني يجزع عن كل ما سبق من الأعمال منها الإصلاح بين الأثنين منها الإعانة إعانة الناس على حمل أشيائهم يعني أشياء كثيرة مذكرة في الحديث وهذا يدل على أن المواضبة على هاتين الركعتين مشروع ولله الحمد والمن محمد من الشارق يقول بعض الناس يلبس ساعة يعني من حديد أو من فضة يقول حلقة الساعة الدائرية هذه في الغالب تكون من الذهب الأبيض ما حكم لبس الساعة محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للذهب والحرير محرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم حلال على إناثها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع حريرا وذهبا بيديه الشريفتين وقال هذان حلال لإناث أمة حرام على ذكورها وقد جاء هذا الحديث من أوجه متعددة بروايات متعددة الأمر الثاني بالنسبة للرجل يحرم عليه لبس الذهب الخالص سواء كان أبيضا أو أصفرا فالرجل لا يجوز له أن يلبس إلا الذهب الخالص سواء خاتما أو غيرا خاتما المسألة الثالثة بالنسبة للذهب المقطع اختلف العلماء فيه فمن أهل العلم يذهب إلى منع استعمال الذهب مطلقا على الرجال مطلقا على الرجال قالوا لا يجوز استعمال الذهب مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز استعمال الذهب المقطع والمقطع هو الذهب الذي ليس يعني مصمة أو يكون شيئا كاملا يعني مثلا ساعة كلها من ذهب وإنما جزء وهذا الجزء بالنسبة لبقية العين ساعة ولا أي شيء آخر هي يسيرة جدا يسيرة جدا هل هذه الحلقة الدائرية نسبتها قليلة بالنسبة للساعة على قول من يذهب إلى جواز استعمال الذكر للذهب المقطع الله أعلم أنا ما أعلم يعني الساعات تختلف الساعات تختلف وإذا كانت الحلقة الدائرية هذه بالنسبة لهذه الساعة تمثل شيء يسير جدا فعلى قول من يذهب إلى جواز استعمال الرجل أو الذكر للذهب المقطع قال يجوز أما إذا كانت كبيرة يعني تأخذ حجم كبير ونسبة كبيرة بحيث أن لو نسبت إلى الساعة أخذت وزنا وأخذت مكانة فنمنعون من هذا والاحتياط يا أخي الفاضل الابتعاد عن مثل هذا هذا الاحتياط النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بعض العلماء المعاصرين يقول مثلا عقارب الساعة هذه بالنسبة للساعة هي يمكن تخرج على أنها من الذهب المقطع لكن الحلقة الدائرية هذه ما أدري يا محمد هل هي كبيرة أم صغيرة ولذلك أنا فصلت لك حتى تنظر في الأمر محمد يقول في شخص عليه دين مبلغ ستين ألف وتقريبا عنده ثمانين ألف موجودة في حسابه يقول خسر وظيفته الآن عنده دوام جزئي احتمال أنه أيضا يعني يخرج من الدوام وشيء من هذا القبيل يقول مدخوله يساوي مصروفه الشهر يقول له لماذا لا تسدد دينك من الثمانين ألف قال أخشى يعني أنه يحصل شيء ما يكون للأولاد أو للأهل شيء أو كما قال محمد بارك الله فيك أنت سألت تقول هل مثل هذا الجنس يعطى من الزكاة محمد بارك الله فيك إذا كان هذا الرجل لديه دين ستين ألف وعنده مبلغ ثمانين ألف وهذا المبلغ لو سدد فيه الدين ممكن أنه يعني تتأثر مصروفات الأسرة وممكن أنه يجلس هكذا يتكفف الناس فلا بأس إعطاءه من الزكاة لا بأس إعطاءه من الزكاة وبشرط أنك تتيقن بأن الرجل وصل إلى مرحلة يعني يمكن أن يقال عنه غارم أو يمكن أن يقال عنه مسكين مثلا المسكين هو الذي يجد أكثر من نصف كفايته مثلا والفقير الذي يجد أقل من نصف كفايته فلذلك تنظر في حالته إذا كان فعلا ما عنده وظيفة أو وظيفته مهددة مهددة هو بالفصل وعنده أسرة كبيرة ومصاريفه تتساوى مع الدخل الشهري ممكن أن يعان إما من باب بند كونه مسكين وإما من باب بند الغارمين بارك الله فيك أم إبراهيم من عمان تقول هناك شخص لما يرقي نفسه يستفرق هل يرقي نفسه أثناء الصيام أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك الجواب نعم لا بأس بأن يرقي نفسه أثناء الصيام حتى لو غلب على ظنه بأنه يستفرق لأن هذه مسألة ظنية مسألة ظنية قصتي أنا حتى لو جرت العادة أنه يستفرق هذه مسألة ظنية ولذلك لو رقى نفسه و احتاج إلى ذلك أثناء الصيام لا حرج عليه و صيامه صحيح ولله الحمد لماذا لأنه لم يتعمد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من ذرعه القي فلا شيء عليه و من استقاء فليقضي استقاء السين هنا طلبي يعني يتعمد التقييم الذي يرقي نفسه لا يتعمد ولا يريد التقييم لكن يرقي نفسه و يتأثر فلو حصله صائم لا شيء عليه ولله الحمد سارة من ليبيا تقول استمعت إلى جوابك حول حسن الظن بالله عز وجل و أن المسلم يكون بين الخوف و الرجع تقول أنا دائما أشعر بطمأنينة ولله الحمد تقول أنا من العوام لكن أخشى أحيانا أن أقع في النفاق خاصة و أنني أقرأ عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يخافون من النفاق و شيء من هذا القبيل سارة بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة للمؤمن في الحياة الدنيا يجب عليه أن يعيش ما بين الخوف و الرجع هذه عقيدة المسلم يخاف من الله و من غضبه و من ناره و يرجو رحمة الله و رضاه و جنة و إذا قرب من الموت غلب جانب الرجع لقول النبي عليه الصلاة و السلام من مات و هو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة من مات و هو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة و لذلك المسلم لا يأمن و كذلك لا يأس هذه العقيدة هي عقيدة التوازن لذلك ظلأوا ناس بسبب عدم الاتزان فمن الناس من غلب جانب الخوف و لذلك وقعوا في بدع و هم الوعيدية الوعيدية غلبوا جانب الخوف فوقعوا في بدع و العياد بالله و من هم من غلب جانب الرجع فوقعوا أيضا في بدع و هم الوعدية الوعدية غلبوا جانب الرجع أهل السنة و الجماعة يتوسطون و لله الحمد لأنه على المنهج على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حياتهم يعيشون ما بين خوف ورجاء دائما يحذرون يخافون لأن الحذر والخوف يصحح المسار أما الطمأنينة والرجاء بمعزل عن الخوف هذا ربما فتح عليهم أبوابا من أبواب الشرور والبدع ولذلك نجد القرآن نجد كتاب ربنا جل وعليه يذكر الجنة ويذكر النار يذكر الجنة ويذكر النار النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الجنة ويذكر النار لذلك هذه العقيدة التي ينبغي أن تكون يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر ناس حسنة ظن بالله عز وجل لكن ما كانوا يأمنون لأن مثل ما قال الأول ما أمنه إلا منافق يعني ما أمن النفاق إلا منافق ليقول أنا أنا بريء وكذا 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 يقع لكن دائما يخاف الإنسان حتى إذا مثلا صدرت فلتت من عذبة لساني كذبة أو خلف وعد أو فجور في خصومة لا منافسه رجع باللائمة على نفسه يقول أنا أخشى أن أكون من المنافقين هو ليس منافق هو وقع في صفة من صفات المنافق لذلك دائما الإنسان يكون بين الخوف والرجاء وكونك أنت تقول والله أشعر بطمأنين وراحة هذا أثر هذا المنهج الطيب الذي يسير على هذا المنهج يشعر بطمأنين وراحة لذلك يقول ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق طيب هل هذا الخوف عطلهم عن الحياة الدنيا أبدا هل هذا الخوف عطلهم عن العبادة كان يزدادون عبادة ويعملون في الأسواق ويتجرون ويؤدون الحقوق حقوق الزوجات حقوق الأولاد حقوق الجيران حقوق البيوت هذه العقيدة هي التي فعلا ترسم للإنسان الصحيح الطريق الصحيح اللاحب الطويل الذي يوصلهم إلى إلى جنة عالية بإذن الله سارة من ليبيا تقول يعني أنا تعلمت الحمد لله من خلال أجوبة البرنامج فيما يتعلق بالإيمان بالقدر حتى أني يعني أرى الله جل وعلا في جميع أقداري وهذا أحمد الله عز وجل لكن تقول بعض المواقف تؤلمني ويعني هل هذا لما أتألم يكون نقص الإيمان يا سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة للبكة بالنسبة للحزن بالنسبة للتأسف هذا لا ينقص الإيمان إلا إذا صحبه جزع أو تضجر أو اعتراض على القدر هل هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالقدر الجواب لا لا يوجد أحد يعني يقرب من مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان بالقدر لكنه بكى لما مات ابنه إبراهيم لما مات إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإن على فراقك يا إبراهيم ولم أحزن بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على بعض أصحابه بكى على عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح بكى عليه صلى الله عليه وسلم تأثر من موت حمزة تأثر من موت جعفر حتى قال الراوي رأيته جالسا على المنبر يعرف في وجه الحزن صلى الله عليه وسلم فلا تخلط الأمور يا سارة بارك الله فيك الإيمان بالقدر ما يجعل الإنسان جماد الإيمان بالقدر ما يجعل الإنسان قاس القلب الإيمان بالقدر ما يجعل الإنسان جاف في المشاعر أبدا هذه أشياء طبيعية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك و يبكي كان يفرح و يحزن كان يجوع و يشبع كان ينام و يسهر كان يمرض و يصح صلى الله عليه و سلم هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم أشياء بإرادته وأشياء قدرية بأمر الله سبحانه وتعالى لذلك إذا أنت مر عليك موقف حزين وتعلمتي له وتذكرتيه و بكيتي هذا ما ينقص الإيمان هذا ما ينقص الذي ينقص الإيمان الاعتراض على قدر الله الذي يذهب الإيمان عدم الإيمان بالقدر ما يؤمن بالقدر هذا غير مسلم هذا لا يكون مسلم الذي يذهب الإيمان أنه يصدر من الكلام يصدر من الإنسان كلام في تسخط على القدر في اعتراض على على قدر الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينقص الإيمان فكوني متوازنة في هذا الأمر بارك الله فيك سارة تقول أنا قلت لأخواتي إذا شفان الله جميعا من السحر سنصنع طعام ونوزعها على الفقراء والمساكن هل يجوز أن نشرك والدية أو أشرك والدية في هذه الصدقة سارة بارك الله فيك هل أنت قلت لله علي إن شفان إلا أنا وأخواتي من السحر أصنع كذا إذا قلت هذا الكلام هذا نذر ما تدخلين في النذر أحد يعني تعتبرين صدقة هذا نذر واجب هذا نذر واجب فإذا قلت لله علي إن شفان الله من السحر سنصنع الشغل الفلاني وهو الطعام معروف عندكم يوزع الفقر المساكين ما تدخلين أحد في هذا هذا واجب الآن ذمك تشتغل بهذا الواجب ويجب عليك المبادرة إلى الوفاء بالنذر إذا قلت لا هذا وعد أنا قلت لأخواتي ما رأيكم إذا الله عز وجل يسر وشفانا أن نصنع طعام ونوزع صدقة نعم هذه صدقة يعني لو أدخلتم مثلا الوالدين معكم في الأجر والثواب لا حرج في ذلك ولله الحمد سارة من ليبيا تقول يعني أنا أقرأ البقرة يوميا في بيتي بالنسبة للقراءة هل يلزم رفع الصوت أم أكتفي بحركة اللسان والشفتين سارة بارك الله فيك بالنسبة للقراءة ضابطها الصحيح هو تحريك اللسان والشفتين فإذا تحرك اللسان والشفتين فإنه يصدق أن يقال بأن فلان قرأ بأن فلان قرأ ولذلك لو أن مصليا قام يصلي فقرأ بتحريك اللسان والشفتين دون أن يسمع نفسه فإنه في الراجح من أقوال أهل العلم أنه قرأ أنه قرأ قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولذلك القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول أهل التحقيق من أهل العلم على أنه إذا حرك لسانه وشفتينه طبعا طبيعي جدا من حرك اللسان إذا حرك اللسان تحركت الشفتين يكون قد قرأ ولذلك إذا قرأت البقرة في البيت بتحريك اللسان والشفتين من دون إسماعي من دون أن تسمعي قراءة نفسك فقراءتك صحيحة لكن إذا سألتيني ما هو الأفضل الأفضل أن ترفعي صوتك ما دمت في البيت ولذلك القراءة بصوت مرتفع يسمع القارئ نفسه أفضل من القراءة المجردة عن الصوت يعني بتحريك اللسان والشفتين فقط لكن تلك تسمى أيضا قراءة فضل محمد السلام عليكم شيخ السلامة والله وبركاته يعطيك العربي عاثيك شيخ سؤالين السؤال الأول لو عندي عاملة منزلية البيانة المسيحية هل يجوز خليها تصلي عندي في البيت والسؤال الثاني لو عندي حرمة أنها كملت حوالي أربع سنوات تقريبا في أيام من رمضان تتروع عليهم فما تصوموا فحينهم حسبت المجموع تقريبا حوالي ستين يوم فكيف تقدر تقضيهم تصوموا كلهم وعليهم كفار ولا لا إن شاء الله يا محمد شكرا يا شيخ عفوا فضل عبد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته مرحبا حبيب كيف حالكم مرحبا عبد الله يعلمكم الله على قمة والثبات وحسن الخاتم إن شاء الله اللهم آمين زاك الله خير أمدي إن شاء الله سؤالين أو ممكن ثلاثة طبع الله يفتع علينا عليكم آمين بالنسبة للسؤال الأول يوم الجمعة في ساعة جاء في الحديث أنه في ساعة مستجابة نعم معروفة أن الحديث هذا صحيح لكن بالنسبة للوقت هي العصر جاء فيها الحديث إن شاء الله وإجتماد من العلماء إن شاء الله وبنسبة تعرفها لأيام يعني نمر في فتن وصعوبات يمكن أصدق الكريمة من ليبيا أشارت شوية لهذا الكلام بس أنا أريد أسأل عن مثلا كيف الإنسان يعني يكون عنده أو يذرع يكون عندك قمة في رسوخ في الإيمان والعلم حتى ما تتبخر يعني لأمور إن شاء الله يا عبد الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته طيب الأخت سارة بارك الله فيها تقول بالنسبة للقواقل الأخيرة التي هي يعني تقرأ مثلا في من كان مسحورا هل الأفضل أن تقرأ على الماء أم يقرأها الإنسان مباشر على نفسه يا سارة بارك الله فيك الأمر سيان سواء هذا أو هذا ولو جمعت بينهم أفضل يعني مرة تقرأين على نفسك ومرة تقرأين في الماء وتشربين وتغتسلين بهذا الماء فتجمعين بينهما بارك الله فيك محمد من الشارق يقول عندي عاملة منزلية غير مسلمة يقول هل يعني أسمح لها بالصلاة محمد بارك الله فيك بالنسبة للعاملة أو العامل غير المسلم إذا كان عند الإنسان فطبيعي أنه سيباشر عبادته ويصلي مثلا أو يأتي بما يعتقد لكن أنك أنت يعني تقول اعملي هذا في بيتي لا هذا ما يصرح أنك تقول قومي صلي صلي أي شأ أي صلاة صلاة هي اللي أنا وإياك نعتقد بأنها باطلة لا أن تتركها على ما هي عليه لكن لا تسمح لها أن تصنع من بيتك أو من غرفتك معبد ولا طقوس ولا تضع شعائق دينها كيف أي مسلم يرضى أنه والله عاملة أو عامل عنده في البيت بدأت بدأت تضع طقوس دينها وصنعت من غرفتها أو من بيت صاحب البيت أشبه بمعبد ما اعتقد أنه جاني سؤال استغربت أنا جاني سؤال استغربت أنه والله غرفة الخادمة تحولت إلى شبه معبد هل يجوز هذا ما يرضاه مسلم حتى لو كان جاهل ما يعرف الأبجديات العلم ما يرضى هذا الفعل ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة للخدم اللي عندكم في بيت العاملات يتركنا على ما هن عليه لكن إذا ظهر شيء بحيث أنه الآن بيت بدي يتغير هناك طقوس هناك عبادات ظاهرة ما يجوز حرام النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع فراش بيته وكان يمحو التصاليب الموجودة قيل التصاليب الصور ما كان يسمح أن بيت يدخل شيء مخالف للفطرة مخالف للفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يتهاون في مثل هذه الشغلات فكيف مسلم يقول والله أنا عندي عاملة أقول لها قومي افعل كذا وسوي كذا ولذلك يا أخي محمد تتركها هي تقوم في غرفتها تعبد أو تؤدي عبادتها على ما تعتقد لكن أنا أقولها قومي لا ما يصرح أو أتركها فعلا تغير معالم بيتي إلى معبد أو إلى الطقوس هذا هو اللي لا يجوز بارك الله فيك محمد يقول في امرأة يعني تقريبا من أربع سنوات ما كانت تقضي الأيام التي عليها حسبتها الآن تبين بأن عليها ستين يوم كيف تفعل هذه الأشياء أو كيف تقضي ماذا عليها محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذه المرأة التي عليها هذا العدد من الأيام ستين يوما ينظر فإن كانت متساهلة متهاونة متعمدة لعدم الصيام فعليها أولا التوبة إلى الله عز وجل لأن وقعت في ذنب عظيم بعض الناس الآن يظن الذنب فقط هو المعروف السرقة وشرب الخمر والزنا والرباء هذه الذنوب صحيح لكن من الذنوب ترك الواجبات من الذنوب ترك الواجبات الذي ينام عن صلاة الفجر متعمد حتى تطلع الشمس وقع في ذنب عظيم ترك واجب الذي يكون مثلا مفرط في عبادة من العبادات في واجب هذا ذنب يسمى ذنب بعض الناس يعني ما يفهم هذا المعنى ولذلك خفت خفت عنده كثير من الناس ترك العبادات يحسب أنه مو بذنب لا هذا ذنب ما قد يكون أعظم من ذنب المعاصي الذي يقترفها الإنسان ويتلطخ فيها ترك الواجبات لذلك الأوامر في الشريعة عندنا أقوى من النواهي الأوامر في الشريعة أقوى من النواهي لأجل هذا تنبه الإنسان إلى هذه المسألة فإذا كانت تركت القضاء متساهلة متهاونة قاصدة متعمدة تتوب إلى الله والتوبة إلى الله الإقلاع عن الذنب الذي هو عدم القضاء الندم على فعله العزم على عدم العود إلى هذا مرة ثانية بمجرد ما ينتهي رمضان تقضي الأيام التي عليها بعد يوم العيد أو ما ما يتيسر لها خلال خلال السنة إلى شعبان القادم الأمر الثاني إذا كان لا المرأة مسكينة أربع سنوات كل سنة تفطر في رمضان ما تستطيع القضاء حمل وولادة ورضاعة حمل وولادة ورضاعة معذورة هذه معذور هذه معذور طيب ما الذي عليه الآن يجب عليها المبادرة إلى القضاء لأن ذمتها مشغولة لو لقيت الله عز وجل الله عز وجل يطالب يسألها عن الصيام القضاء الله عز وجل ما يسأل العبد ليش ما صمتهم عرفة ولماذا ما صمتهم عاشورة ولماذا ما صمت ستة من شوال هذه فضائل هذا خير للإنسان ليسأل الله عز وجل عن شهر رمضان ويسأل عن قضاء شهر رمضان وعن النذر والكفارات هذا الواجب تشتغل الذمة فيه يعني الله عز وجل طالبك فيه إن أديت الحمد لله يعني أفرقت الذمة مما اشتغلت فيه إن لم تؤديه ينظر في السبب ولذلك أخي الفاضل يجب عليها المبادرة على القضاء ونرجع للسبب هل هي متعمدة إذا قلت لي نعم متعمدة متساهلة تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين طبعا عن كل يوم مسكين بعد يعني من بداية يعني من دخول رمضان الثاني عليه عندها ستين يوم إذن تطعم ستين مسكين إلا إذا قلت لي رمضان الأخير هذا في سبعة أيام وعشرة أيام وهي تبغى تصومها الآن ما يكون عليها طعام تحسب اللي قبل تحسب اللي قبل بارك الله فيك إذا قلت لي لا هي أصرا ما تعمدت مثل ما ذكرت أنا حمل وولادة ورضاعة وسفر ومرض وشيء من هذا القبيل ما عليها إلا القضاء بارك الله فيك عبد الله بن أبوظبي يقول فيه يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء يقول هل هي بعد العصر وهل هذا ورد فيه حديث أم اجتهاد عبد الله بن أبوظبي بارك الله فيك صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له وهذه الساعة اختلف فيها العلماء إلى تقريبا عشرين قول يعني هناك خلاف عريض لكن حاصل الأقوال قولا القول الأول أن من صعود الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس قد يقول قائل كيف طيب أنتم تقولون يا مشايخ أن الإنسان إذا خطب الخطيب ما يدعو ما يتكلم الجواب نعم من ساعة صعود الإمام على المنبر حينما يدعو وأنت تؤمن أو في الصلاة لما يقول في الصلاة أيضا في ركوعك وسجودك هذا القول الأول القول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح وقد دل على هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الساعة ليست الساعة التي ستين دقيقة لا قالوا هي لحظة لحظة تمر على الإنسان يعني ممكن تأخذها دقيقة دقيقتين مثلا ولذلك كان بعض الصحاب وبعض السلف من بعد صلاة العصر اليوم الجمعة ما يخرج ما يرجع البيت في المسجد يدعو الله عز وجل إلى أن تغيب الشمس لأن هذه ليست ساعة مثل ما هو عندنا الآن ساعة ستين دقيقة قال العلمة هي لحظة قصيرة جدا إذا وافقها العبد استجاب الله تعالى دعاء ولذلك ينبغي على كل مسلم من بعد صلاة العصر يجتهد في الدعاء إلى أن تغيب الشمس بعد عصر يوم الجمعة فضلي محمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله عندي أربعة سئلة فضلي سؤال أول دخلت المسجد قبل أذاني الظهر بخمس دقاق ولكن أو أقل وشاهدت أمرأة تصلي فقلت لها أنا أعرف أن هذا الوقت ليس في صلاة قالت أصلي صلاة الوضوء ثم قالت بعد ذلك صلاة الزوال فل هذا العمل صحيح سؤال الثاني بعد الانتهاء من الصلاة أنا أذكر الاستغفار ثلاث مرات ثم السناء على الله سبحانه وتعالى ثم أسبح ثلاثة وثلاثين تسبيحه وأقول سبحان الله ثم أقول الحمد لله ثلاثة وثلاثين ثم الله أكبر ثلاثة وثلاثين ثم لا إله لا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير مئة مرة ولكن هذا في كل صلاة يعني صلاة الفجر والبهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أقول آية الكرسي وثم أقول القواقل الثلاث مرة مرة كل واحدة مرة فهل هذا صحيح وثم أزيد على ذلك في صلاة الفجر أن أقول وصلاة المغرب أزيد على لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحي ويميد وهو على كل شيء قدير هل هذا الذكر صحيح كم مرة أقول له أشر مرات عشر مرات طيب فهذا صحيح سؤال الآخر هل يجوز إعقاذ زكاة المال قبل شهرين من الحول القمري وهل يجوز تقصيطها إلى دفعات أي إن كل شهر يدفع جزء للمحتاجين وللفقرة وهل هذا يعني يجوز بالتقصيد ولا يعني لا يجوز إن شاء الله سؤال البعد ما هي دار الليل هل هي نفسها أذكار النوم أم لا والسلام جزاك الله خير مرحب مرحب أمت الله أمت الله من الجزائر السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أمت الله عندي تلك السئلات يا شيخ تضني سؤال أولي يا شيخ هل ندخل في المسجل باش نصلي الغور وصبتهم في الركعة الثانية نسيت باش نكبر تكبيرت الإحرام نسيت أيها خلت معاهم ورقحت الصالات هل صالاتي صحيحة أم لا وما أعدت تكبيرت الإحرام انسيت انسيت كي ما عدتهاش سؤال تاني دايما على الصالات كنت نصلي في القادة صليت المغرب صليت ركعتين وننت باش نصلي العيشة وسلمت وننت نصلي العيشة فكرت باللي ما صليتش تلت ركعت قلبت هذيك وكنت درت تكبيرت الاحرام للعيشة قلبت هذيك ركعة للمغرب هل ياجوز هذي؟ إن شاء الله والسؤال الثالث صوم شهريني كفارة ستين يوم نعم ستين ولا واحد وستين هذك النهار تعالجي معي عبدوه ولا ما عبدوه إن شاء الله شكرا يا شيخ سهلا وسهلا يلا بسم الله الأخ عبد الله بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول نحن نمر بفتن وصعوبات وشيء من هذا القبيل يقول كيف الإنسان يزرع الرسوخ والعلم في نفسه يا عبد الله بارك الله فيك أولا ينبغي على كل مسلم أن يحمد الله تعالى وأن يشكره أن منع عليه بالإسلام والإيمان ذلك أن الله جل وعلا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما الدين فلا يعطيه إلا أن من يحب ولذلك يجب على المسلم أن يعيش دائما حالة من الفرح والسرور بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الإسلام الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سرباله الأمر الثاني أن يخاف الإنسان أن يخاف من ذهاب هذا الإسلام ولذلك المسلم الذي رزقه الله جل وعلا هذا الدين العظيم وهذا الإيمان من دون كد ومن دون تعب ومن دون عناء ينبغي له أن يخاف أن يذهب منه وينسرب هذا الإيمان ولذلك هناك من الناس من أعطوا الإيمان فلم يحمد الله ولم يشكروا فسلب الإيمان من قلوبهم نسأل الله العافية والسلامة المسألة الثالثة الثبات على الإسلام والإيمان يجب أن يكون من جانبين جانب المحافظة على الدين والإيمان من حيث الوجود وجانب من حيث العدم أما من حيث الوجود فيلتزم كل ما أمر الله جل وعلا به من توحيده والإيمان به والتأله له وعبادته سبحانه وتعالى وإقامة الفرائض كلها التي أمر الله عز وجل بها وهي ليست عسيرة وليست ثقيلة وليست شاقة إنما يسيرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما جعل عليكم في الدين من حرج إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الشيطان هو الذي يثقل هذه العبادات في نفوس الناس يكبرها وهي ليست بشيء صلوات الخمس هذه لا تمثل من وقت الإنسان إلا جزء يسير جدا جدا يمكن اللي يقضيه الإنسان على الأكل والشرب واللعب يعني أعظم مضاعف بدرجات عن هذه الصلاة التي يتثاقل عنها كثير من الناس ولذلك الإنسان يحافظ على دينه من حيث الوجود وكذلك من حيث العدم بمعنى أنه يسعى في حسم كل ما من شأنه أن يؤثر على دينه وعلى إيمانه يسعى بقطع الطريق على كل ما يفسد عليه الدين ولذلك واجب على المسلم أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يعتني بالطاعات والعبادات وأن يفتعد عن المحرمات والمنهيات وأن يتعلم العلم الشرعي لأن العلم الشرعي ركيز أساس في الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك عليه أن يلجأ إلى العلماء إذا أشكل عليه أمر يلجأ إلى العلماء الراسخين لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال جل وعلي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثت الأنبياء ولا يسمح لنفسه أبدا أن يعطي الحرية لنفسه ولعقله ولقلبه ولحواسه أن تشاهد كل شيء وتسمع كل شيء وتتابع كل شيء القلب المؤمن صافي مثل الزجاجة فإذا لطخه بمثل هذه البدع وبثل هذه الأشياء تلوث طبيعي جدا أنه يذهب عنه الرسوخ والثبات نسأل الله العافية والسلام ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من البقاء في مجالس يستهزى فيها بآيات الله ربنا جل وعلا أمرنا بعدم اتباع المتشابه الذي الذي يقصد منه والعياذ بالله الضلال الضلال فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء أغلب الناس يا عبد الله الآن للأسف الشديد الذين اهتز إيمانهم و يعني زلت أقدامهم بسبب أنهم سمحوا لأنفسهم أنهم يسمعون لكل أحد و يسألون كل أحد و يحضرون لكل أحد و يقرؤون كل شيء كل ما وقع في أيديهم سبحان الله العظيم أنت في نعمة الله عز وجل منحك و أهداك و أعطاك و وهبك هذا الدين و حرم آخرين جاءك الدين على طبق من ذهب جاءك الدين من دون من دون تعب جاءك الإسلام الصافي من دون عناء تذهب برجلك و تلوث هذا الإيمان الذي في قلبك النبي عليه الصلاة و السلام رأى في يدي عمر بن الخطاب عمر العملاق هذا أركان ركم من أركان هذه الملة عمر الذي جاء في الحديث في السنة لو كان النبي بعده لكان عمر الحديث و إن كان محل بحث عند أهل العلم من جهة السنة لكن عمر الملهم المحدث لما رأى النفس الم في يدي ورقة من التوراة قال ما هذه قال أعطانيها فلان فغضب النبي عليه الصلاة قال أَوَمُتَهُوِّكُونَ فِيَّ يَبْنَ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ لَقَدْ جِئَتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّ لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حِيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي فقال عمر أتوب إلى الله عز وجل لكن الله عليه الصلاة والسلام عندك العلماء الراسخين ولله الحمد يرجع الإنسان إليه ذلك يجب على الإنسان أن ينتبه لعمره ولحياته أنت ما تعيش إلا مرة واحد لا تغامر في هذا العمر ولا تخاطر في هذا العمر بعض الناس يقول خلني أجرب قد تجرب ولا تعود مسكين تدخل تجربة وبعدين ما تستطيع العودة كثير من الناس قالوا خلنجرب نشوف خلن ندخل عالم الشك دخلوا عالم الشك ما طلعوا وقد عافاهم الله عندهم اليقين قالوا بس نشوف نجرب ونرجع دخلوا معادوا دخلوا وما رجعوا نسأل الله العافية والسلام فالصلاة والسلام ثبتنا وإياكم ذلك المسألة مهي بسهلة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء كان يدعو به ما هو يا عبد الله ها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كل ما مر كل ما مر على أصحابه كان يقول هذا الدعاء حتى تعجب الصحابة يا رسول الله نسمعك تقول هذا الدعاء كثير حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يوم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء الله أكبر هو نبي الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها ذلك ذكر في الحديث و إن الرجل لا يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا و العياذ بالله و إن الرجل لا يمسي كافرا و يصبح مؤمنا ذلك الفتن كثير خطافة القلوب ضعيفة أولا و الشبه قوية و تخطف و العياذ بالله ليش أنا أعرض نفسي للفتن و للشبه الحمد لله عافان الله عز وجل عافان مالك بن أنس هذا العملاق من عمالقة العلم هذا من أساطين العلم الإمام مالك اللي يصاغر عنده العلماء لما جاه واحد قال أناقشك إمام مالك أبغى أتكلم معك أناقشك قال في أي شيء قال عندي شك قال روح الواحد شكاك مثلك أنا على اليقين روح الواحد مثلك شكاك روح ناقش وجادله أنا على اليقين أنا ما أحتاج أنك تناقشني أو كلما جاء أنا رجل أجدل من رجل يعني جدال تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم و رحنا نتبع الجدل والآن أغلب الناس ضعف إيمانه بسبب يتتبع المناظرات و الجدال هنا و هنا حتى دخل شك علقت في نفسه و في قلبه مصائب فيعبد الله بارك الله فيك و رضي الله عنك هذا هو الثبات و الرسوخ طلب العلم الشرعي على العلماء المشهورين بسلامة المنهاج بارك الله فيك أم محمد بن أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول دخلت المسجد قبل أذان الظهر بخمس دقائق وجدت امرأة تصلي سألت المرأة هذه قلت لها ما هذه الصلاة قالت سنة الوضوء ثم بعد ذلك ستقول أصلي سنة الزوال أم محمد بارك الله فيك و رضي عنك بالنسبة لي الوضوء له سنة ثابتة كما في حديث بلال بن رباح أو قصة بلال بن رباح فسنة الوضوء ثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم ما توضى عبد فأحسن الظهر ثم صلى ركعتين صلى ركعتين وكون هذه الأخت قبل خمس دقائق من أذان الظهر يعني خاطرت شوي لأن هذا الوقت وقت زوال الآن الشمس في كبد السماء لو تقدمت قليلا أو تأخرت بعد الأذان يكون أفضل أما قول الأخت هذه صلاة الزوال ما أعرف شيء اسم من صلاة الزوال إلا إذا قصدت أربع ركعات بعد زوال الشمس ممكن النبي عليه الصلاة و السلام يقول من صلى أربعا قبل الظهر و أربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار فإذا كان تقصد هذه نعم أما إذا قصدت لا سأصلي عند زوال الشمس مع الزوال هذه وقعت في أمر محرم لأن النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس و عند غروب الشمس و عندما تكون الشمس في كبد السماء عمودية هذا الوقت سجر فيه جهنم لا يصلى فيه ولا يدفن فيه الموتى ما يقبرون فإذا قصدت عند صلاة الزوال يعني عند الزوال اللي ممنوع فيها الصلاة لا أخطأت هذه قد تكون فهمت خطأا مسكينة كان الواجب عليك تعلمينها عموما إذا عرفتيها و كذا ارجع و اسأليها أما تقول لا أنا قصت بعد الأذان يعني الآن زالت الشمس أذن المؤذن أصلي أربع ركعات نعم أحسن بارك الله فيك أم محمد بن أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا بعد الانتهاء من الصلاة طبعا أستغفر الله ثلاثة ثم أمجد الله ثم آتي بثلاثين التسبحات تقول ثم مئة مرة بعد كل صلاة آتي بقول أشهد أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبعد الفجر المغرب عشر مرات تقول هل هذا مشروع أم محمد بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله علما و حرصا و أسأل الله تعالى يتقبل منك أخت الفاضلة مجموعة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه كان يذكر الله بعد الفرائث يعني بعد الصلاوات الخمس ما كان يأتي بأذكار بعد السنن سواء السنن الراتبة أو السنن المطلقة أبدا أما بعد الفرائض نعم فقد جاء من حديث عائشة و توبان عند مسلم أن النبي عليه الصلاة و السلام كان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام ما في وتعاليت مثل ما يقول بعض الناس أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام ثم يبدأ يعظم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر إلى آخر ثم يسبح 33 يحمد 33 ويكبر 33 ويقول تماماً لا إله إلا الله وفي صيغ أخرى سبق أني نبهت عليها يعني 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة وفي صيغ أخرى أيضاً 25 سبحان الله 25 الحمد لله 25 لا إله إلا الله 25 الله أكبر وفي صيغة رابعة سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات يعني يتنوع هذه سمى السنن التي فيها تنوع إما تأتين بهذه أو بهذه ما تجمعينها في صلاة واحدة لا من السن أن تقول إحدى هذه الصيغ واضح ثم بعد ذلك تقرير آية الكرسي ثم يقوله الله واحد مرة واحدة يقول أعوذ رب الفلق مرة واحدة يقول أعوذ رب الناس مرة واحدة هذه الصفة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأذكار بعد الصلاة بعد الفجر وبعد المغرب عشر مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد والحيوميت وهو على كل شيء قدير المئة مرة هذه أخت الفاضلة التزامك لها بعد كل صلاة لا نقول وين الدليل ما في دليل هذه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء إذا جبتيها بعد صلاة الفجر جبتيها باعتقاد أنها من أذكار الصباح نعم جبتيها بعد العصر باعتقاد أنها من أذكار المساء نعم أما تلتزمينها بعد كل صلاة فقد زدت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام والدين أخت الفاضلة يعني البدع فيه أو الخطأ ليس في النقص في الزيادة أخطر صحيح النقص لكن في الزيادة أخطر فما تلتزمين هذا التزام كامل لا وظفي هذا في أذكار الصباح وأذكار المساء أم محمد بن أبوظبي تسأل تقول بالنسبة لإعطاء الزكاة زكاة المال قبل شهرين من الحول هل يجوز تقصيطها؟ أخت الفاضلة إذا كان الإنسان يريد أن يقدم زكاة المال يجوز أن يدفعها أقصاد يعني شهريا ما دم أن يقدمها أما إذا كان أراد أن يؤديها في نهاية الحول لا ما يقصطها وإنما يخرجها مباشرة ويستعجل في إخراجها قضية يجوز تقديم الزكاة يجوز للحاجة إذا وجدت حاجة أم محمد بن أبوظبي تسأل عن أذكار الليل تقول هل هي أذكار النوم؟ الجواب لا أذكار الليل أخت الفاضة ليست مثل أذكار النوم أذكار النوم عندما يضع الإنسان جنبه على فراشه أذكار الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا كله تسمى أذكار الليل أمت الله من الجزائر تقول أنا دخلت المسجد صلاة الظهر في الركعة الثانية ونسيت أكبر تكبيرة الإحرام وكملت صلاتي ما حكم صلاتي صلاتك باطلة من عقدت الصلاة؟ ما صليتي أصر أنت ما صليت لماذا؟ لأن مفتاح الصلاة هي تكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة لما تحرمين تقول الله أكبر عيد الصلاة يا أختي أمت الله أمت الله تقول يعني كنت أصلي القضاء فصليت العفوة تقول نعم أصلي تقول صليت المغرب ركعتين وسلمت وصليت العشاء فانتبهت بأني ما صليت إلا ركعتين قلبت النية إلى الركعة الثالثة من صلاة المغرب ما حكم صلاتي لم تصلي أخت الفاضلة وهذه صلاتك لا تصح قلب النية من معين إلى معين باطل ما يصح قلب النية من صلاة معين إلى صلاة معين باطل كيف أنت قلبت النية من صلاة معين إلى ركعة معينة وليست صلاة معينة فعيد صلاتك بارك الله عيد المغرب وعيد العشاء أمت الله تسأل تقول يعني بالنسبة لصيام شهرين متتابعين هل يكون ستين يوم أو واحد ستين يوم أختي أمت الله بالنسبة لصيام شهرين متتابعين يكون بالنظر إلى الشهر القمري العربي اللي هو فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقد يكون تسعة وشرين قد يكون ثلاثين يوم لكن إذا اختلط عند الإنسان ما يعرف ما ضبط الشهر يصوم ستين يوما وليس واحدا وستين يوما لأن الشهر عندنا ما يمكن أن يكون واحد وثلاثين يوم بارك الله فيك ورضي الله عنك غدا عندنا طبعا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بتوفيق الله إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون